إذن مشاهدين في باكستان يبدو أن فصل إقالة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان لا يطوى سريعا وثائق سرية كشفت كواليس الساعات الأخيرة قبل إقالة عمران خان حيث كشفت صحيفة The Guardian البريطانية أن عمران لوح بفرض الأحكام العرفية وقوانين الطوارئ قبل ذهابه مسؤولون أمنيون قالوا أن عمران خان حاول في يوم التصويت على سحب الثقة إقالة قائد الجيش نفس اليوم بهدف استفزاز القوات العسكرية ودفعها إلى التأهب والسيطرة على زمام السلطة وفرض الأحكام العرفية لكن هذا لم يحدث لأن القوات العسكرية أحبطت خطة خان وبعد أن علمت بخباياها بحسب مسؤول أمني وأضاف أن رئيس الوزراء المقال أراد خلق أزمة ضخمة للبقاء في السلطة في الأثناء حاول وزراء خان تمهيد الطريق للتدخل العسكري إذ ألمح وزير الإعلام فؤاد شودر أنه بذلك بهذا الموضوع قائلا أنه إذا تم فرض الأحكام العرفية على البلاد فإن أحزاب المعارضة ستكون مسؤولة عن ذلك وهو ما وصف حينها بالتهديدات المبطنة التي حاول عمران خان من خلالها إيقاف التصويت والسعي إلى حل البرلمان بذريعة وجود مؤامرة أجنبية للإطاحة به قبل أن تحبط المحكمة العليا محاولات خان وإصراره على إجراء التصويت إلا أن الرجل الذي كان يحظى بشعبية واسعة في البلاد لم يستسلم بل فوض وزيرا كبيرا من حكومته وبعث معه رسالة إلى زعيم معارض مفادها إما الأحكام العرفية أو الانتخابات لك أن تختار وذلك بحسب ما أفادت المصادر كما هدد باستعمال الجيش لفرض السيطرة كما حصل مرارا وتكرارا في البلاد التي لم يكمل أي رئيس وزراء ولايته فيها رغم أن خان هو الوحيد الذي خرج بلا انقلاب عسكريا على الأقل وإنما بتصويت النيابي في المقابل رفضت المعارضة تلك التهديدات كما نفى الجيش احتمال التدخل في المشهد السياسي لتكتب هذه الكواليس آخر ساعة عمران خان كرئيس للوزراء ترجمة نانسي قنقر